عندي تصريح تاني لدارة النادي بيؤكد ان امام يقترب فعلا من رحيل او ان لم يكن راحا راسبي انا بولك عندي قبر انه ماضي من يومين بالمباركة الزمالك المداخل الصلاة حسين لبيب لم يوثق عقد امام عشور عشان انا هوضح حاجة في القصة اهو اقرى وهو حتى الان مستمر بيعرى رأي عيد بوس العصفورة فعلا وهو حتى الان مستمر بالعقد القديم اذا بقي الان سيصبح متاح للتوقيع مجانا في يناير القديم مش اولا مامشيش في يناير القديم ده السنة الجاية اه طب مع ايه المشكلة ما انا عود اتفاوض مع السنة ده واجددله من دلوقتي بس فيه نقطة بس كابتن حسين لبيب مش موثقش العقد اه عشان بس الكلام يبقى واضح لكابتن حسين لبيب وراجل محترم وراجل من رموز نادي الزمالك طبعا رمز كبير من رموز نادي الزمالك والرياضة المصرية والرياضة المصرية المحترمية كابتن حسين لبيب مضى امام عشور يا كابتن سيد ومشي بعد يومين العقد دي كان موجود في الناس يعني مضى يوم 18-11 او 19-11 مش 22-11 سلم الادارة الجديدة ايه انت توثق العقد خلال شهر من توقيعه يعني مضيت معهم 18 يبقى 18 الغد 18-12 فالعقد استلاميته مين الادارة التالية اللي كان فيها اعضاء من النادي دلوقت بمجلس الادارة اه هو رئيس النادي اللي موجود اه كان معاه كابتن اسماني يوسف ومجموعة اه اللي رجع اه هم موصقوش العقد يبقى كابتن حسين اللي موصق ده كابتن حسين اللي مضاه اللي هو المشكلة المشكلة انه يمضي ولا يتوسق يعني مشكلة فين هو كابتن حسين بيطلع في البخت على طول اه ع Lobz أصبح كابتن الحسين حاجاته بيطلع ي amusing ما الناس عارفة وشايفة وشايفة السيناريات السيناريات اللي فاتった اللي مشكلة بتشيكه كابتن حسين اه يبقى انه مشكابتن حسين والकابتن حسين مكنش موجود اصلا اللي هو عمال كان كارترون الموجود ونوقتي اللي كان موجود فيه في وقت الزامان اللي لمكما يتحمل مسؤوليت وكارترون ده اللي كانت جايبة الإدارة الاولانية يعني فالموضوع كله الصراحة لغة رتميات موجودة وكلام كتير ومفيش فعلة على أرض الواقع الصراحة الفترة اللي فاتت دي تنشاف الفترة اللي فاتت وإحنا ما بيبقى في حاجة كويسة لمجلس الإدارة الواحد بيطلع يتكلم فيها ويقول فيها أنت حاجة كويسة وبيعملوا حاجة كويسة لكن بقى لنا فترة ماشيين المستوى منحدر خالص يعني تبتتكلم في بتبيع العيب دلوقتي هم أربع العيبة عندك في الفرقة لو عدتهم هيبقوا من أحصل لعبة مصر الوينش، إمام عشور، زيزو، فتوح دلوقتي عندك مشكلة إن الرجل هيمشي واحد فيهم إمام عشور التاني فتوح ما هتعرفش الأيام اللي جاية في مشاكل كبيرة بينه وبين مجلس الإدارة على التصرحات اللي تقالت والكلام ده كله أنا شايف إن في الفترة اللي فاتت دي تنشاف تسيب وفي كلام كتير جدا موجود ما بين الإدارة وما بين اللعبة وما بين الجهاز الفني وما بين كل حاجة أنا المنظومة مش مزبوطة خالص في ناس الزمالك الفترة اللي فاتت دي كلها ويا ترى مش عارف إن يعني الجمهور هيستحمل لحد إمتى يعني الجمهور هيستحمل الحاجات دي كلها لحد إمتى طيب تصريح تاني عرض إمام عشور قلوك تصريحات دي كلها بيجيب عشور لازم يفصلوا عنك النت وإنت قاعد هنا أولا يفصلوا عنك النت أولا جيد كل ده عشور وقاعد بحنا في الفاصل بيطلع أي حاجة إن إمام قاعد أيها طب ما إيه المشكلة يا ما هو المشكلة لأ أنت عايز؟ عشانا أنا بقول لك في الفاصل أنا عندي خبر إنه من يومين مضى صح؟ فأنت عملت تقولي لأ أعلن صوت وصورة ما هو من يومين مضى ده الخبر لسه جاي دلوقتي؟ ما هو صحيح اللعاب زي إمام لما يكون عندك خبر ليه زي إمام؟ أولا أنا كنت رجل في المستشفى ثانيا لا قبل الهواء كنت رجل زمالكاو مع الزمالك دلوقتي أحمد عيد قاعد بقت أهله مع الآله لا يعني لا ثانيا إنه لعب زي إمام لعب كبير إشان تقول خبر إنه ماشي لازا كنت متأكد إنه مليار في الماء ده ما فاشت ظهر لعب يعني بصراحة مؤثر في متخب مصر وفي نادي الزمالك لعب كبير يعني بس أنا مش عارب الفرحة مستعي عاكلي إن إمام ماشي أصلا يا أبدا أنا هتعلم إنه وده بلدياتي يا أمام عشور لا الله من جاري من السمبلوين أه أنت برضا عايز ولاد بلدك يحترف طبعا لو الدلار يخش بقى البلد يا أمام والدينة تبقى تماما أه